في إطار المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المدن والعواصم العالمية التي تطالب بوقف عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المئات من المتظاهرين في تايوان طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحثوا حكومتهم على التوقف عن بيع قطاع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأمريكية المتظاهرون حملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تدين الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وشهدت دول العالم تظاهرات واحتجاجات تؤكد في مجملها أن بيع الأسلحة إلى إسرائيل يجعل من هذه الدول داعمة للإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين هذا وكانت العديد من الدول والعواصم العالمية شهدت تظاهرات مناصرة لفلسطين ومطالبة بوقف العدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية حنين الحلو تلفزون فلسطين